اشتركوا في القناة نعم أول شيء يعني كيف يتم تطبيق الألعاب أو تطبيق اللعب عملية اللعب وفلسفة اللعب في الطب والرعاية الصحية في الطب يتم أولا تدريب الأطباء الجدد طلبة الطب تدريبهم يمكن الاستفادة من عملية اللعب كعملية تعليمية من جديد يعني كيف من باب أنه مثلا إذا فهمنا الأعضاء كيف تعمل إذا فهمنا الأدوية كيف تعمل إذا فهمنا مثلا انتقال العناصر الكيميائية مثلا الأعصاب إلى آخره ففهم أو تعليم مباشر كتعليم لكن أهم من هذا أنه يمكن من خلال اللعب أن يقوم الطالب بعملية جراحية مثلا أنه يتعلم الجراحة يتعلم كيف يتعامل مع الأعضاء كيف يتعامل مع المريض كيف يتعامل مع الأدوات والأجهزة المختلفة حتى عملية التشخيص يمكن أن تكون كلعبة أن أعطيك مثلا بعض الأعراض وتقارن أنت مع هذه وكيف وجدت أهم من هذه إلى آخره فهذه عملية التدريب والتعليم مهمة جدا في مسألة الطب نقدر نقول لها ممارسة دكتور ممارسة قبل الممارسة في التدريب أول شيء كيف يعني التأهيل كيف الطالب هذا يصير طبيب ثم بعد ذلك يصير في الممارسة يصير هو ممكن أيضا يدرب نفسه يصير مثلا يروح البيت ويلعب لعبه حتى يصل إلى مهارة أعلى كفاءة أعلى فهناك تدريب ثم هناك ممارسة من جانب آخر حتى المرضى نفسهم يستطيعون أن يستفيدوا من اللعب في الرعاية الصحية مش فقط في الطب في الرعاية الصحية يعني مثلا أنا وجدت تطبيق أو برنامج لعب منتشر في الإنترنت يعني يروج له كثيرا يدعى ري ميشن ري ميشن ما معنى ري ميشن هي لعب على كلمة ميشن اللي هي مهمة يعني كأنه عندك أنت أنا أعطيك مهمة فعل كذا وري ميشن في برض السرطان ري ميشن معنى تراجع معنى تقلص تصغر تصغرت الورم يعني عندما الورم يكون مثلا يتناقص إذا تبتدينا نتغلب عليه ويبدأ يتناقص أو يتصغر فنقول عندنا ري ميشن فهم لعبوا على كلمة ري ميشن وري ميشن مهمة يعني مهمة تقليص الورم كيف هذا فالمريد خاصة الشباب اللي يكون عنده مثلا مرض سرطان عنده أورام أو كذا فيعطوه هذه اللعبة بحيث أنه يفهم هو كيف يتم التغلب على الأورام عن طريق الطرق العلاجية المختلفة سواء العلاج الكيميائي كيموثيرابي أو العلاج الراديوي ريديوثيرابي أو العلاجات المختلفة التي يمكن التناولها فوجد أن كل مكان المريض هذا لعب وفهم كيف تتم هذه العملية وتوصل إلى حتى في اللعب تغلب على الورم أو يعني تقليص الورم فتكون حضوظه هو في العلاج عندما يأتي إلى العلاج الحقيقي حضوظه أعلى لأنه هو نفسيا فهم ويساهم أكثر ويكون منضبط أكثر في العلاج الأخيري فهذه الألعاب تساهم حتى في الرعاية الصحية ننتقل الدكتور إلى مجال ثاني وهو مجال الأعمال والشركات والتسويق في أمثلة على اللعب في هذه المجالات هو أولا كيف يتم استغلالها في مجال التسويق والشركات الأخيرة كما قلنا إحدى الطرق هي التدريب كيف التدريب؟ يعني عندما آتي مثلا أنا إلى موظف موظف في تجارة معينة أو موظف في شركة حيث يأتيني أنا زبائن كثير فأنا أدرب هذا الموظف أنه يعرف كيف يتعامل مع الزبون كيف يسمع منه؟ كيف يستجيب له؟ كيف يقنعوا أن هذه المادة جيدة أو هذا المنتوج جيد؟ يعني هذا التدريب مهم جدا فعيوض أني أجيب له أنا كل يوم عشر زبائن وممكن ينجح معهم أو لا ينجح أدخل له أنا على لعبة ويصير هو تفاعليا يدرب قل له لا أنت أخطأت أنت بادي طريقة وحتى اللعبة نفسه تقول له لا كيف تقول هذا الكلمة؟ أو كيف أنت لم تستخدم هذه المعلومة أنت لم تروج بالطريقة الصحيحة إلى خريفة فعملية التدريب للوصول إلى مهارات مختلفة قد تكون مهارات حتى على الكمبيوتر أنا لا أتعامل مع زبائن أنا أتعامل مع الكمبيوتر عندي مثلا سجل بيانات معين عندي منتوجات أنا مشرف عليها أنا عندي فريق عمل عندي تواصل مع شركات أخرى فهذه كلها هذه العملية المحاكات والتدريب إلى خريفة تتم ووجد فعلا الموظفين نفسهم قالوا أنه عندما قمنا بهذا التدريب عن طريق اللعب استفدنا وتقدمنا ونجحنا أكثر من يلا تعالوا عندنا ورشة اليوم ثلاث ساعات وانت جالس واحد واقف لك عند الغرفة وعند اللوحة ويبدأ يشرح لك ويوريك باور بوينت وورا باور بوينت فعملية التدريب والمحاكات هذه مهمة جدا ثم يعني حتى مع الزبائن مش فقط مع الموظفين أنا مش موظف أنا في أي شركة ولا في أي تجارة ولكن يمكن أن يطبق عليها كيف يطبق عليها؟ يعني عوض أنه ماذا لن يرسلوا لي كل يوم إشهار وإعلانات ودعاية لمنتوج معين إلى آخره يقول لي سجل ويحق لك أنك تشارك أنت في هذه اللعبة فإذا دخلت أنت على هذه اللعبة ونجحت في كسر كذا أو بناء كذا فأنت بنعطيك جوائز يعني من أهم الجوانب في اللاعب هو التحفيز كيف نحفز هذا اللاعب أنه فعلا يلعب ونعطيه نقاط نعطيه جوائز نعطيه أنت الأول في الترتيب هكذا الأطفال طبعا من سهل جدا أن نتحك عليهم وقولوا أنت الأول أنت الأول خلاص هو بالنسبة له هذه جائزة كافية ولكن بالنسبة للزبون أنا شو يامني أنه أنا الأول الأول والثاني أنا في المدينة أنا أكثر واحد عرفت يعني أبيع أو أستغل منتوجكم لا أنا أعطوني نقاط أعطوني هذه النقاط ممكن أستغلها أنا غدا بحيث أني أشتري بها أشياء أو غير ذلك فهذه كلها عملية هذا الجيمين جيميفيكيشن هذه مع الموظفين مع الزبائن كلها تؤدي الهدف لهو في شيء في الأخير الشركة هذه تريد أن يكون عندها مدخول أعلى حتى حاليا اللي يبحث عن وظيفة صار أحد معاييره أن يكون الجو أو مثل ما يقول فيه شوي جيمينغ وكذا سواء كان لعب لعب أو حتى لعب للتعليم أو لعب لأن يكسب مهارات وغيرها ننتقل دكتور للمجال الثالث اللي هو المجال العسكري والدفاع فيه أمثلة كذلك لهذا الجيمين هنا فيه أمثلة حتى أمثلة ممكن نسميها بالاسم يعني فيه أولا نفس العملية هي عملية التدريب سواء تدريب الجنود والعسكر على عمليات عسكرية على معارك معينة على حروب كذا كيف تتصرف في وضع معين إذا كان عندك مثلا قنابل موزعة عندك أنت عدو منتشر في أماكن معينة إلى أخير كيف تتصرف فأنت أعود أني أنا أدخلك على مكان تتعلم يعني فعليا في الواقع أدخلك على لعبة وقلنا في الحلقة الماضية أنه صارت هذه الألعاب الآن تشرك بالواقع الافتراضي يعني يمكن يدخل الشخص هذا في الواقع الافتراضي ويحس نفسك أنه أنا فعلا في معركة ولكن هي لعبة ويا الله وريني أنك أنت شاطر وعرفت تتغلب وعرفت تعمل كذا وكذا هناك ألعاب يعني مثلا أنا وجدت لعبة اسمها أرما ثري هي قبلها أرما ثنين وبعدين صارت أرما ثري اللي هي الأفضل أو الأعلى تطورا أرما ثنين وجدتها أنها صارت بالمجانية يمكن الإنسان ينزلها ويلعب وهي فعلا أنه جنود يدخلون ويعملون في ظروف معينة مختلفة دخلنا احنا على معركة دخلنا في مدينة صار لنا قنابل صار كذا كذا أرما ثري يعني ما زالت فيها بالنسبة معظم هذه الألعاب في لها أحيانا جزء مجاني لتستينغ يعني كأنه يحبوا يمسكوك شوي يدخل نعطيك احنا مثلا بضعة أيام ونعطيك مستوى معين تصل إليه بعد هذا خلاص لازم تدفع أنت وبعض منها يكون لا أنا عندي نسخة متقدمة الآن النسخة القديمة منخليها مجانية حيث أنه أنت خلاص تعوت عليها وتصير تقول أنا أريد الآن الجديدة فهم طبعا هي كلها تسويق وترغيب فيه برنامج آخر استخدمت استخدم البنتاجون الوزارة الدفاع الأمريكية لمدة طويلة بل كانوا هم الذين مولوه لتطوير هذا البرنامج لأكثر من عشر سنوات ثم وجدتنا في الويكيبيديا أنه توقفت تمويل هذا البرنامج سنة 2022 يعني قبل سنتين فقط يدعى أمريكا's army يعني جيش أمريكا كذا اسمه أمريكا's army وهو فعلا يعني فيه جانبين جانب تدريب وتطوير مهارات وجانب أنه كأنه تسويق للجيش الأمريكي يا الله يا شباب شوفوا كيف إحنا فن يعني الجيش عندنا والعمليات العسكرية يعني إثارة وكأنه أكشن كأنه فيلم يعني فيصير الناس يحبون ينخارطون فهو عملية جذب للشباب يلا تعالوا نخارطوا عندنا في الجيش الأمريكي جيش أمريكا's army من خلال لاعب يعني يعني لعبة تلعب أنت تصير في الأخير تريد أن تنخارط أنت يعني في لها تطبيقات متعددة وفي بعض دكتور مجال اللي هو التصوير أو الميديا نحن كمصورين في شركة دي جي آي عندها تطبيقات اللي واحد ممكن يمارس قبل ما يطير أي طيارة مثل هالأف بي ذي وكذا لأنه تطلب يعني تحكم دقيق جدا فقبل أن الواحد يسوي أي مشكلة في الواقع فهو يكون أورادي متجرب ولاعب في التطبيق اللي هو متعلق بهذه الشركة ننتقل دكتور إلى النقطة الأخيرة اللي هي الحفاظ على البيئة في مجالات أو في مجال الحفاظ على البيئة كيف يستخدم الـ في هذا المجال نفس الشيء هنا يعني عوض أننا نعطي كأننا دروس أو يعني نحاول أن نوعي الناس قلهم يجب يعني يعادة تدوير البلاستيك انتبهوا أجماعة البلاستيك هذا سيء انتبهوا يعني الاستفادة من الماء أو التوفير الماء إلى آخر إلى آخر نأتي ونضع لهم لعبة يلا هذه اللعبة يعني مثلا فيه لعبة تدعى World Rescue يعني نجدة العالم هكذا World Rescue هذا البرنامج اشتركت فيه لا أدري هل وضعته بالضبط أو على الأقل اشتركت فيه اليونسكو لي يعني مش فقط توعية بل تدريب الناس كيف يعملون في العالم كيف يعني يكون سلوكهم في العالم سلوك يساعد على الحفاظ على البيئة بحيث أننا مثلا ننقص من التلوث ننقص من بعثرة أو رمي البلاستيك يعني الحفاظ على الأشجار الحفاظ على كل ما هو مساحة خضراء فهذه كلها وضعوها في شكل لعبة هذه اللعبة تدخل أنت وتجد أفراد من عدة دول ويتنافسون في أوضاع مختلفة يا الله يا جماعة رح ندخل اليوم على غابة اليوم رح ندخل على قرية اليوم رح ندخل على منطقة فيها أنهار فيها مياه فيها كذا ورح نعمل كذا وطيب هل فعلت كذا كيف رح تجيب أنت مثلا خشب كيف رح تجيب بدون أن تدمر البيئة بدون أن تستغل أنت تحتاج لك سيارة أنا لا أحتاج سيارة أنا ممكن أستغل الدراجة أنا أعمل كذا فهناك يعني طرق متعددة بحيث أنه يعني يصير الإنسان مبارمج عن طريق اللعب هذا بحيث أنه سلوك يصير سلوكه بي اي أكثر من خلال اللعب بحيث أنه لما ينتقل إلى الواقع إلى حياته العادية يصير سلوكه أفضل قبل ختام دكتور هذه حلقة الثانية المتعلقة في في وصية سريعة ممكن نعطيها للمشاهد مخصوص هذا المجال جميل جدا هو يجب أن نصل في الأخير إلى خلاصة وإلى نتيجة وإلى وصية وهي أنه أحنا كما بدأنا في البداية تفضلت أنت في البداية الحلقة الأولى قلت نحن مقبلون على الصيف الصيف معناها عطلة طويلة معناها أنه احنا ابتعدنا عن التعليم معناها أنه حتى ربما نسينا كثير من الأشياء التي تعلمناها خلال السنة الدراسية سواء على مستوى الثانوي أو الابتدائي أو الجامعي أو غيره والصيف هو فترة نقاها فترة راحة يعني ممكن حتى ترفيه مرح سافر إلى آخر اللاعب فلماذا لا نربط كل هذه الأشياء مع بعضها البعض فنحن نوصي يعني وصيتنا أنه يا شباب اختاروا لكم لعباء أو لعبتين من هذه الأنواع المختلفة وإحنا ذكرنا مجالات متعددة من العلوم إلى المحاكاة في تصميم المدن تصميم أي منظومات أو أنظمة مختلفة في الرعاية الصحية في البيئة في العسكر في الشركات في التسويق اختاروا لكم أعطيناكم مجموعة وسنضعها في صندوق الوصف أعطيناكم أمثلة وزدوا أبحثوا أنتم من جهتكم اختاروا لكم لعب لعبتين صيروا فيها فعلا أنتم متميزين يعني يصير خبير أنت في هذه اللعبة تصل إلى أعلى المستويات ولكن اضمن أنها فعلا تفيدك في مجال معين استفدت وتعلمت مهارات معينة بحيث أنك أنت لم تضيع وقت كما قلنا هذه ألعاب جادة فيها فائدة في الأخير وأنا وصيب على الدكتور في تطبيقات متعلقة في المنطق في الكودينج في شتى العلوم ومسلية الواحد يعني ما يحصل الوقت قاعد يمشي جابي شكرا جزيلا دكتور شكرا لك حيات اشتركوا في القناة